السلام عليكم ازايكو يا حباب قلبي عاملين ايه يارب كلكو تكونوا في احسن حال ان شاء الله النهاردة في فيديو جديد هيكون فيديو لسيدة كلها كده حاجة جميلة جدا 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 فيديو النهاردة هيكون فيديو كل تلقائية وكل حب فيديو النهاردة بقدمه لكي انت غالية بكل تفاصيل وفي حاجات حلوة جدا جدا للسيدة اللي معانا وكمان هتفيدنا جدا جدا للعيد انت خلاص عارفين ان العيد خلاص على الابواب ان شاء الله فيديو النهاردة هيكون حلو جدا وانا متأكدة ان هو هيعجبكو وهينول اعجابكو بس انا كتير زعلانة منكو فين اللايكات الجميلة بتاعتكو اللي بجد بتفيدوني وكمان بتحطولي لايك كده حلو وبيشجعني وبيخليني كده اتشجع وببقى عايزة نزل لكو كل يوم فيديو جديد وانتو كمان تستمتعوا منه على قدر المستطاع وبي اقدر ان انا قفتكو لو بمعلومة بسيطة او حاجة بسيطة فعايزة منكو بقى دعمكم لي باللايك عايزة ليقود كتيرة للفيديو ده وكمان لو انت اول مرة بتشوفي القناة عندي من خلال الفيديو ده اكيد يسايدني وجودك معايا وتنوري عائلت الكبيرة وتكوني اخت من اخواتنا اشترك في القناة من تحت الفيديو على طول هتلاقي كلمة اشتراك باللون الاحمر اشترك فيها ويفعالي زرور الجرس بعد ما تشترك عشان يوصل لك كل جديد مني بفيديوهات الجديدة كمان هنوه كده حاجة عن الفيديو او في الفيديو في اول فيديو كده احنا ان شاء الله بقى خلاص هنسبت على معايا بامر الله تعالى الساعة 12 كل يوم الفيديو بتاعنا هينزل الساعة 12 بالليل علشان خاطر كل حد كده منكم ان شاء الله وبامر الله اخلاص كده اللي وراكو تعودوا بقى تفضولي وكده بصوكو انا اخر حد كده بتتفرجوا عليه عشان تستمتعوا من الفيديوهات بتاعتنا ومن المزيد من الفيديوهات بتاعتنا بس كده حبيت ان انا نوه في اول الفيديو عشان كلكم تستفيدوا منه كده ونبقى عارفين النزام بتاع الفيديوهات بتاعتنا بتنزل الساعة كام وتتفرجوا عليه يلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا كده ومش هارغ كثير عشان ما تزهقوش مني وتعالوا نكمل فيديو ونشوف السيدة اللي معانا الجميلة النهاردة هتعمل ايه اول حجة زي ما انتو شفتو تنظيف الانتري او الريسبشن عندها هي هنا كان مفروض ان هي بتعمل الريسبشن وده يعتبر مش الريسبشن اللي هو بيكون في او ليفنج لأ هو الريسبشن اللي هو مفروض بتاع الصالون او الصالون يعني لان فيه ناس كتيرة بتقول علي الريسبشن وفيه ناس كتيرة بتقول عليه صالون او انتري فعلى حسب ما انتو بتقول او على حسب الدولة اللي انتو موجودون فيها ايه فازا ما انتو شايفين هي كان فيه شوية كده حاجات عليه لانه هو فاتح ابتدت ان هي تنظفه وتنظمه كده باللي انتو شايفينه بالمكنازة الجديدة وجابت شجرة كده ديكورية حلوة قوي عجبتني فكرتها شايفين حلوتها ان هي حط فيها لد كده شايفين لما بتطفيها او بنكون بالليل سوري بتكون شغالة النور ومنطفية الانوار كلها فبتدي شكل حلو جدا هنيجي هنا بقى ليه المكان بتاع الليفنج والليفنج ده هي عاملية انتري بجلد وطبعا هنا قلت برضو هتنظفه لان اقترية الوقت او اقترية الاوقات بتكون قاعدة هي واولادها فيها على طول دايما باستمرار فنظفتها كده زي ما انتو شايفين وبعد كده عملت السفرة عشان السفرة قدامها على طول نظمتها كده ولمعت الاساس بتاعها علشان الدنيا تكون نظيفة وزي ما قلتلكم قبل كده هم من نوع لسي كل السيدات الجميلة اللي احنا بنجيبها معانا على القناة هنا زي ما قلتلكم ان هم على طول دايما باستمرار ايديهم بتكون في قلب الحاجة او في قلب البيت علشان يكون بيوتهم على طول نظيفة وما يحسوش ان التنظيف ده شيء صعب وشيء يدايقهم كده فيه التنظيف احنا كمان لازم يكون عندنا الثقافات دي شايفين بقى قد ايه عجبني فكرة ان زي نظام كده ملاية بسيطة او حاجة صغيرة بتدارب فيها المرتبة اللي تحت علشان لما تحط الملاية بتاعتها او اللحاف او الكوفيرتا على استرير ما يكونش الملاية المرتبة اللي تحت تكون شكلها مش حال فدارتها كده بالاطار اللي عامل زي الملاية او عامل زي كوفر اللحاف فشكلها حلو جدا صراحة عجبتني فكرتها بس كده بعد كده بقى كان فيه شوية حاجات وقعت تحت الكمود او من ورا الكمود هنتنظفها كده زي ما انتم شايفين وبعد كده فتحت الكمود بقى عشان تنظم فيها الحاجات اللي هي مفروض استخدامها اليوم من نسبه بقى للشوكلت اي حاجة نظرتها الكتب بتاعتها الحاجات اللي هي بتستخدمها وهي بتكون قاعدة في غرفة النوم يعني وطبعا كلنا اكيد لازم يكون عندنا حاجات زي كده حاجات بتسهل عليك انت كامرأة او كسيدة في قلب غرفة نومك ممكن تبقى مثلا خلصتي مع الولاد شايفين هو ده اللي هي بتقوله انه يكون الدنيا نظيفة والسرير مضيف وزي الفل ولكن بعد كده بنشيل كل الحاجة اللي عليه عادي ونبتدي ان احنا ننام بكل سهولة لان برضو يعني انا استقلت في الحاجات دي قبل كده كتير ممكن جبتلكم في فيديوهات كتيرة ان السيدات اللي معانا عادي جدا بيحطوا الحاجات دي وبيناموا عادي على السرير وبعد كده برجوا يحطوها هي سنة الحياة بس يا جماعة مش اكتر اني كنت تشيلي او تحطي اي حاجة يعني هي سنة الحياة اللي بتخليك اني كنت يكون عندك اي حبة اني كنت يكون بيتك حلو اسطيل بيتك حلو او اسطيل غرفة نومك حلوة او اولادك كمان بس فهو الموضوع بيكون موضوع تعود وزي ما شفته هنا كانت بتنظف الغرفة ليه بانوتتها ولكن بانوتتها هنا قالت لا لا انا لا عايزة اكمل بقية القودة او بقية تنظيف القودة زي ما انتو شفته كده وينظفتها هي بتعلمها طبعا على التنظيف يعني او ان هي يكون عندها نوع من التنظيف بعد كده بقى هي مسكت التويلت ومفروض ان التويلت ده بتاع غرفة النوم عندها وده كانت نجددات جديد او كانت عاملة فيه شوية تجددات بسيطة كده زي ما انتو شايفين هتبتدي بقى تمسح التويلت هتعقم كمان البسكت اللي بيكون في الحمام هتحط كانت جايبة العلب اللي هي بتاعت الشاور هتطلع الستيكر كانت جايبة لد كده في المكان اللي هي بتحط فيه المنظمات او الحاجات اللي هي بتستخدمها في التويلت حلو جدا بصراحة عجبني شكله جدا وهنا كمان بص فيه هنا بقى ايه المكان مفروض برضو ده في غرفة النوم ده حمام داخل حمام ده هيكون فيه بس ايه الحوض يعني حوض صغير كده وبتحط له كمان ايه اللي هو المناديل او الديكور وده بس المكان ده بيكون فيه حوض بس ويه كمان تويلت مش اكتر من كده مش حطة فيه بقى بنيوم ولا حطة فيه اي حاجة هنيجي هنا للمطبخ هتبتدي كده بالمطبخ هتنظم بقى التنظيم بتاع المطبخ اللي احنا كلنا كده بنبقى نايمين غرقانين فيه بصراحة هنا زي ما انتوا شوفتوا هي كانت بتنظف التأفيل من تحت او اول حاجة ابتدت بها هي الضرفة الكبيرة اه الضرفة الكبيرة زي ما انتوا شوفين هي عجبتني جدا او الادراج او الوحدات اللي هي عاملها فيها علشان تنظم المناديل او الاستخدام بتاعها اللي هي بتستخدمها بشكل اه يومي فيه المطبخ من نسبه بقى الستريتش راب المناديل الفايل الحاجات دي كلها وده هتشوفو دلوقت زي ما انتوا شايفين كده كل حاجة يعني بتستخدمها ليه المطبخ زي ما انتوا شايفين هتبتدي ان هي تنظمها كده بس بعد كده بقى هتحط في الدرج ده هتحط جابة المنظمات والمنظمات دي كانت جديدة جايبها اكليرك عشان تحط فيها زي ما انتوا شايفين المفكات والحاجات دي كلها انتش عارفها وتقريبا مقطع ده تعيد تاني ولا ايه فده غزب عني انا اصفى وضايا العظيم تعبانة جدا الايام دي فاعزروني ياريت تعزروني كده وتشلوني كده لاني والله او عظيم بجد بقى لي كم يوم تعبانة فالحمده لله والشكر الله على كل حال اه كمان عايز اقولكو على حاجة طبعا هي هناك بتنظم الدرج اللي هو بتاع الشيبسيات اللي بتستخدمها هي و اولادها او البيت على كل حال اه عايز اقولكو على حاجة عايزة اه اللي لسه ما شافش القناة بتاعتي القناة بتاعتي بتاعتي الروتينات ياريت تروحوا فيها وتشوفوها اسمها قناة تحب حياتك وبيتك مع رودي اكتبوك كده في السرش بتاع اليوتيوب هتتلاقوها طلعلكو هتلاقيني حطا فيها برضو الصورة بتاعتي فياريت تروحوا تشتركوا فيها ان شاء الله الايام الجاية هننزل فيها فيديوهات حلوة جدا جدا بس عايزاكو بقى تدعموني واستنوا مني فيديوهات جديدة ان شاء الله على القناة التانية و هيكون محتواها من محتوايا انا او اه من شغل ايدي انا او من شغل بيتي انا فحبه ان انا انقل ليكو التجارب بتاعتي في قلب بيتي زي ما بشاركو السيدات العظيمة الجميلة اللي معينا هنا اه في الفيديوهات دي فعايز اشاركو كمان نفس الفيديوهات بتاعتي انا بقى بس على القناة التانية اه طبعا انتو شفتو المعالي اللي هي الخشبية حطتها في شوية مياه مغليين عشان تنزل منها اي حاجة هي اه بتتراقم فيها وبعد كده حطت كده دي الاكياس حطتها في رول اللي هو بتاع المناديل وبصراحة عجبني فكرته جدا وحطته في التقفيل من تحت كده زي ما انتو شايفين هنيجي بقى لي الجارات او للكاندي جار هتحط فيه كل المأكلات اللي هي بتحطها للكوفي كورنر بقى للشاي للقهوة للسكر على حسب ما هي بتستخدم وطبعا كل بيت مننا بيبقى عارف احتاجاته ايه او تنظيمه ايه اللي هو بينظمه وبيبتدي ينظم فيه الاماكن اللي هو بيكون مرتاح فيها بس شايفين هنا بقى الفوطة بتاعة البتوجاز دي هنا كانت بتنظمها او بترتبها كشكل في يمكن تقدر انك انت تعمليها لو حببتوجازك يكون عليه شكل حلو كده من فطين حلوين كده اه سمميهم او مخصصيهم للمطبخ بداري تعملي بيهم اي شكل ديكوري للمطبخ زي ما انتم شايفين كده اي حاجة يعني انت تفضلي اعمليه هنيجي هنا للكراسي بتاعة المطبخ وكانت جايبا لهم بصوا هي دي كده اي حاجة اه زين زمحة دي ده يعني بتمنع ان هي تعمل صوت للبركي او مثلا اه تعمل اي خدوش على البركي فهي كده كانت شارياها كانت دي شوية مشتريات يعني هتشوفوها بقى دلوقت للمطبخ وكمان الفتاحة بتاعة الازاز دي عجبتني فكرتها اصلا ان هي تلزقها في التقفيل كده وتبتدي ان هي تفتحها وتقفلها كمان شايفيني الالم ده اللي انت تقدر تكتبي على الكابتشينو او النسكافي شايفين كمان هنا اه يبصوا هي اداة كده بتاعة السلطة تقدر ان كنتوا تقطعوا عليها السلطات زي ما انتم شايفين فبصراحة عجبتني طب كل الحاجات دي نجيبها منين من على موقع اميزون لو كتبتي اميزون كيتشن هتطلع لك كل الحاجة بتاعة المطبخ لو انت حب حاجة بتاعة المطبخ بس كده حبايا بقلبي ده كان الفيديو بتاعي النهاردة يارب يكون الفيديو عجبتكو يكون السيدة الجميلة اللي كانت معانا النهاردة تكون عجبتكو اشوفكو الفيديو الجاي واسبكو فرعات الله وحفظه ويمع السلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة